السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في القناة دي لكم أتمنى تشجعات دي لكم إخواني أخواتي القناة ركا تقدم لكم أشياء رائعة ونتمنى دائما تشجعونها في هذه القناة اللي هي قناتكم بطبيعة الحال كنحاول دائما نقدم لكم أشياء رائعة في هذه القناة ونتمنى لكم تشجعات دي لكم يعني اللي لا يجيوا لإشعارة دي القناة يعود يدير ويغرك على الجرس لكي يجب دائماً الإشارات للفيديوهات الجدود التي نلحوها إن شاء الله بالنسبة لهذا اليوم سنصوب لكم واحدة للسنتانوري زوينة إن شاء الله اللي هي ستكون لباس ديالها لباتصبلي بإذن الله مع البطاشو مع الفرانشيبان سنرى إن شاء الله المقادر ديالنا ونرى كيف سنصوبها للسنتانوري ديالنا مرحباً أول حاجة سنحتاجها هي لباتصبلي لباتصبلي كان صوبها نقدر تكون عند نفت اللاجة ديالنا وقت ما نريدها نخرجها ونخدمو بها إن شاء الله رابط الصبلي سنجد لكم الرابط المقادر ديالها في صندوق الوصف إن شاء الله اللي لدينا في القناة عدة مرات هنا لدينا البطاشو سنرى البطاشو لدينا من أشكي تكون من جوج بيضات جوج بيضات 80 جرام ديال الفرس لدينا 60-70 جرام كل 70 جرام ديال الزبدة وعندنا 25 جرام ديال الماء هذه هما المكونات أوزاموند لدينا فروي اللي ينطيبوها مزيان مع شوية السكار نطيبوها مع الفرنشبان يأتي رائع المول سنحتاج بحال هذا المول إن شاء الله دائري الشكل هذا اللي سنحتاجه أعطيتكم جميع المواصفات و جميع المقادر بإذن الله بالنسبة للبطاشو طريقة معروفة ندير الماء ندير السكار ندير الملحة ندير الزبدة نديرهم يضبون تل درجة الغلايان و نخوفهم منهم دقيق إن شاء الله و نخلطوه تايو اللي عجينة متجانسة ذلك ساعة غد نطلعوه إن شاء الله بالبيض نطلعوه باش يقف بالبيض و نصوب منه الكريات اللي بغينا ديال البطاشو ها هو البطاشو ديالنا نخلوه تل درجة الغلايان نخلوه الفرس نخلوه الفرس و نخلطوه مزيان نخلطوه اللي كان نهزوه بحالك يأتي لسق شاد رسوه مزيان نخلوه عاد نديرو فلماشين عاد نخلطوه مع هالبيض ان شاء الله نديرو فلماشين ونبردو هنا قبل ما نضيفوه البيض هم شو ما كتشوفو نبدو نزيدو لها شوية بشوية نضيفو البيض لنا نضيفو البيض وحده بوحده نضيفو البيض نضيفو البيض نضيفو البيض نضيفو البيض نضيفو البيض نضيفو البيض ما بغيتهم مش كبار باش يجيني واحد لعداد كبير في الدائرة ديال سنتانوري ديالي بحلقة ان شاء الله سنجلب سواف some hot water سنجلب سواف Some hot water سنجلب قليلا لعداد كبير في الحلقة سنجلب قليلا لعداد إلينا في الماء سنبتعين على الحلقة سنبتعين على الوقت سنستمرون على الحلقة سنبتعي منذ طريقة لكي لا يكون لدينا هذا الريوس هذا الريوس اللي طالعين ما يخصوش يكون لدينا كل شيء يتقاد وندخلهم الفران بدرجة الحرارة مية وستين درجة تال مية وسبعين درجة لمدة قبل 30 دقيقة تقريبا 25 دقيقة 20 دقيقة في الفران يكون مسبقا نسخن الفران سوف ندخلهم الفران نأخذ السابلي كان قسمه مرسول يمكننا أن ندخله في هذا الأطار نرشو قليلا ونصرح السابلي إن شاء الله نصرحه جيدا ونصرحه جيدا لن ندخلها لأنه سابليه شيش يعني غيائجنا يتهرس لنا هذه العجينة نضفتها نضفتها لأنه لا تقوم بالنسبة لنضفتها لنضفتها ونضفتها ونضفتها ونحاولها لنضفتها 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 ونضغطوه مع القاعدة لنضفتها نضفتها لنضفتها بها الطريقة ونقطعه هنا السابلي ونحاول نضفتها بها الطريقة نضفتها نحاولوا نطلعوها بحاله بكوا باش ما يجيناش هابط ما يجيناش هابط ان شاء الله عشنو غادي نديرو ملي نعمرها بفرانشيبان قدرون ندخلوها لتلاجة واحد شوية لتدرسها ونطيبوها باش ما تهبطش لكم ايه ابطش لكم الجنب ديالها وإلى جاب الله كانوا الجنب وفين قدروا تخطعوهم شيموس باش تجيكم مقدم زيان حاولوا تقدوها انتوما بدكم هنا ان شاء الله سنجيبو الفرانشيبان ديالنا نديروه كناخدو الفرانشيبان كنديرو بهذه الطريقة كنديروه من جناب مزيان كنحاولوا ان شاء الله نقدوه بالدندينة وبشي معلقة نحاولوا نقدوه بحلقة نقدوهم زيان نحاولوا ندخلوها في تلاجة شوية ندخلوها الفران ان شاء الله ندخلو البطشو ديالنا الفران باشي طيب درجة الحرارة مئة وستين تل مئة وسبعين درجة الحرارة ان شاء الله كما قلنا مئة وسبعين درجة الحرارة ونخلوها الطيب على خاطرها ندخلو البطشو ديالنا الفران ان شاء الله نديرو غير العافية مئة وسبعين درجة الحرارة ندخلوها انا درجة الحرارة سوف ندخلوها ان شاء الله سوف ندخلوها وعطينا الفرما الذي نريدها هنا ندرناها صغيرة قليلا لان ما ندرناها صغيرة مرحبا بكم يا اخواني اخواتي بالنسبة للكريم الذي ندخلوها في الوصفة شوكولات تقريبا كمية شوكولات نوار 60-70 جرام على حساب البوء وانا نريدها ندخلوها بكثير من 60 أو 70 جرام وعندنا واحد جوج بيضات وعندنا واحد من الصيطر الحليب وعندنا تقريبا 71 جرام من الميزنا وعندنا ان شاء الله سكار 80 جرام وعندنا 120 جرام للزبدة وعندنا الماسكربون وعندنا تقريبا 125 جرام من الماسكربون ندرنا الحليب كبير مع جوج بيضات مع السقار مع الميزنا وعندنا نضيفهم إن شاء الله نطيبه كريم باتيسي بالطريقة نجمعنا المواد كاملين مع التخلط من اللي نبدأ نخلطه لن نقفه لن يتحرك لنا هذا البيض أو يطيب لنا تخياط لنا يكون مستمر كريم باتيسي باتيسي وعندنا نضيفه جبن مع الزبدة كريم باتيسي وعندنا نضيفه كريم باتيسي كريم باتيسي كريم باتيسي كريم باتيسي بمعنى الكلمة كريم باتيسي حاولوا نطيبها تتجمع مزيان نضيفه 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 كريم باتيسي ونضيفه نضيفه كريم باتيسي نضيفه كريم والشوكولات الزبدة ونضيفه إن شاء الله نضيفه نخلطه الشوكولات كلها دايبة ونضيفه كيكا جينا نضيفه البطور نضيفه البطور جمع لنا نضيفه جمع لنا جمع لنا ونضيفه الزبدة نقطعه مرسوات صغار كيكا جمع لنا ونضيفه هناك يصبح كريم باتيسي يعني كريم مسلين نضيفه الزبدة نضيفه نضيفه جبنة الماسكاربون يعني 125 جرام نصف البطور نصف البطور نضيفه نضيفه بغناه يكون خفيف واللون يكون ذهبي اللون هنا نضيفه 200 جرام نضيفه 21 جرام كلوكوز ونضيفه نضيفه تقريبا الماء ونضيفه 50 جرام نضيفه يطيب لنا إن شاء الله كي نضيفه هذا السكار نضيفه ونضيفه يطيب على خطره على خطره حتى نحصله على اللون ذهبي إن شاء الله نضيفه السكار حمرنا جيد يعني اللون غامق قليلا نضيفه نضيفه ما زال لم نضيفه نضيفه السكار نضيفه نضيفه إن شاء الله نضيفه يعني البطور نضيفه من السكار ونضيفه ونضيفه من هذا المول بعد ما خليت البطور نضيفه إن شاء الله هنا نضيفه البطور بالكريمة لصوبنا نضيفه نضيفه جيدا نضيفه لذوق نضيفه نضيفه بطور يطيفه تحريح مثل التقريب نضيفه أي نضيفه كنا نحاول غير الكريم أصبح أكثر من أجسس و الحلقة مرحبا بكم هذا هي السنة النورية وكما قررتنا نحن بسرعة وكريمة يعني اللي هي كريمة مسلين كتجي رائعا أتمنى منكم تجربوها إن شاء الله قد تعجبكم أبي المئة لأنها فعلا رائعة بمعنى الكلمة ونتلقوا في فيديو قادم إن شاء الله وإلى اللقاء